نظمت وزارة الداخلية بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة سلاسة دورات تدريبية لعدد من الكوادر الأمنية من الدول الإفريقية ودول الكومنوالث في عدد من المجالات الشرطية وذلك من منطلق حرص مصر على دعم أشقائها في المجال الأمني لتحقيق الاستقرار في بلدانهم نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بالتنسق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية سلاسة دورات تدريبية لمئة وواحد من الكوادر الأمنية من تسع وعشرين دولة أفريقية ودول الكومنوالث في مجالات تنمية مهارات القيادات الأمنية والكشف والتعامل مع المواد المتفجرة وتأمين المنشآت والشخصيات الهامة من منطلق حرص مصر على دعم أشقائها في مختلف المجالات بخاصة في المجال الأمني المجال الشرطي مجال مهم جدا متفتقد ويعني الدول الأفريقية بتفتقد لهذا المجال بتحتاج فيه تدريب كتير مهم جدا التعاون في معاهم لأنه ده أولا بيرفع من قدرات المؤسسات الشرطية في دور الأفريقية ففي دور كومنوالث النهاردة دورة فيه تلات دورة دورتين كوادر أفريقية ودورة لكوادر من دور كومنوالث هذا التعاوني يمكنني أن تحاول أكثر تدريباً مجالات ومجالات التي أستطيع أن تستخدم مع أشخاص من أشخاص من أشخاص لكي تنظرهم وكي تصل على المجتمع للجميع هذا التعليم هو مجتمع و مجموعة في تحديث المستقبلات والجميع في أفريكا تلاغين فيها العديد من العلوم المفيدة مثال التخطيط الاستراتيجي وبعض العلوم السياسية والاجتماعية والصغافية والتغنية وكذلك التاريخية بزيارة لبعض المعالم المصرية العريقة ونتمنى من الله عز وجل أن تستمر مثل هذه الدورات بين الدول الشغيرة برامج تدريبية متطورة مواكبة لأحدث المستقدات في مجال التدريب الأمني حصل عليها المتدربون داخل المنشيات التدريبية الأمنية المصرية التي تحاكي الواقع العملي وعلى يد كوادر أمنية مصرية ذات كفاءة عالية كانت كفيلة برفع القدرات الأمنية للكوادر الأمنية من الدول الأفريقية ودول الكومانويلس وفقا لتأكيداتهم وقد نظامت أكادمية الشرطة احتفالية لتخريج المتدربين عربوا خلالها عن تقديرهم لوزارة الداخلية وما شهدوه من قدرة أمنية فائقة كان لها بالغ الأثر في تنمية قدراتهم الأمنية والتي ستعود بالنفع على استقرار ودعم بلدانهم أقبل عودة إليها محملين بتلك الخبرات والتي ستعود بالنسبة لنا ومتع بها في هذا المجال تحرص على استفادة الأشقاء منها لدعم الاستقرار في بلدانهم لذا تتواصل الدورات التدريبية في هذا الإطار منشآت تدريبية ذات تقنيات عالية ومدربون من ذو الكفاءة الكبيرة إمكانات تدريبية أمنية مصرية تتمتع بها مصر تضعها تحت تصرف الدول الإفريقية ودول الكومانويلس لذلك تتواصل التدريبات وتتواصل الدورات التدريبية التي تنظمها مصر للكوادر الأمنية من الدول الشقيقة لاستفادة من الخبرة الأمنية المصرية عبدالبركات التلفزيون المصري